ساجات الحقيقة وضعية النجمة الساحلي اللي مرفع لحد الآن عقوبة المنعة من الانتداب استبشرنا خيرا باللجنة بتبع على الكميسيون ليتيج وكل وحمد الله فرحنا الحقيقة النجمة الساحلي سلك الموضوع هذا لكن لحد الآن ما فماش عملية رفع المنعة من الانتداب عندك تفاصيل؟ عندي تفاصيل خوف كبير معناها مني حبي النجمة الساحلي وخلينا نقوله انتظار فامتني معناها طال برشا والعباد بديت تتسائل معناها فامتني وليه شو صار شو ما صار شكذي وبرشا عباد ولد انكيت معناها فامتني وليه رهبة لقدر الله ما تصيرش الموضوع جوز بش العباد معناها مش نذكروا الناس شنو اللي صار معناها في جانبي مبعثت اللجنة هذي برئيس الدكتور كريم عاكروت في مارس 2004 سكرت دي جازوز دوسيات اللي هما للعوافة محمود صابر وبدأوا في الدوسي الثالث براتيك مع رمضان سكروا متاع اللاعب كونتي في أفريل الفين وارب وعشرين وقفة زنق النجمة دي ساحلي وقع توفير من فلوس اللجنة من فلوس الجماهير اللي هما مشكورين ويعطيهم الصحة وبرك الله فيهم اللي نحن من قوته اللي نحن من لحم ومنحن من قرية صغار ونحن كذي وقع توفير ثلاثمائة الف دينار كأجرة شهرية للاعبي كورت القدم نوك لسكسيا وفوتبول نوك ج الجمهور فمني والله واللجنة مشكورين ما بين أفريل وما بين آآ جوان آخر جوان موفى جوان وقع توفير ثلاثة شهرية للاعبي كورت الطائرة بقيمتهم ميا واثنين الف دينار وقع توفير شهرية لكورت اليد لعبي كورت اليد ثلاثين الف دينار وايضا خلاص متخليدات بتزمع في قيمة عشر الاف دينار لفرع كورت السلب أو ترتون فما حاجز مع بل ما تنسهيش آآ موظفي وعملت المركب اللي هو الرئة اللي تتنفس بها النجمة دي ساحلي ستة شهور ما مش خ والصين واللي هما فهمتني عمله وشهريهم معناها سبغة حياتية سبغة حياتية ما يعيشوا بها وقع توفير أربعة شهرية للموظفين والعملة ونهار خمستاش جويلية وقت اللي صار كل فهمتني الحملة متاع فسخ العقود آآ ما صار لو أي بن حسين وصيل جزيري وبن جيم وبوزر وي 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 قبل انقضاء المدة بيوم فقط اللجنة هي اللي وفرت ثلاثة مئة وسبعة وستين الف دينار من فلوس الجمهور بسير من فلوس الدعمين باش تحل مشكل تراقي العواني اللي كان يطالب بمئة وسبعة وتسعين الف دينار وخلص فيها مالا دير مليم ومشكلت حسين بن علي اللي اللي تسلم مئة وسبعين الف دينار دانك ان بلوس دو فاتلي هي اللجنة قاعدة تحاول ترفع المنع من تداب قاعدة تسلك في أمور الجمعية بتوفير ما قيمته مليار ومئتين ما بين خلاص أجور لعبين وما بين خلاص شهريات وما بين خلاص متخلط بذما سينوي فسخ لكين شهرين ما تخلصوش يجي بقعد المنافذ كما عمو جماعة الأخرين دونك هذا كل قبل ما جيه لهيئة تسييرية معناها الحالية دونك حاليا بعد ما جيت لهيئة تسيرية وقع توفير عشرين الف رانك سويسري للي توال عندها زوز دوسيات لعبقت تسايل تقول شو ما تزوز دوسيات واحنا في باننا فما كان بنعيادة ليه فما دوسي بنعيادة أب شاكي وعليه وفما دوسي بتاع بيناليتين بتاع الفيفا للعود 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 بالعود للعود العود النجم عنده برشا مشاكل هذي بتاع الفيفا عشرين الف فرنك سويسري وقع توفيرها في تسعتاش ثمانية اربع وعشرين الفيرمان صار تلاتة وسبعين الف دينار للفيفا ووقع ايضا توفير طلع عكروت بشي قابل بن عيادة فامني في الجي ما حبش يقابله بن عيادة واتمسك بالتسعة وثلاثين الف اورو فامي بالحاج الماتر قال له الفلوس وصلوا للبنك المركزي الجزائري ولكن الملاعبي يحب الفلوس متاعه توصل لحسابه الخاص اموره هو ما بين برك المركزي الجزائري وما بين الملاعبي طبعا مش عتيك الورقة الوثيقة ومش وثيقة اقول كيفاش يسير موضوع كيفاش يسير موستاذ فاهمي بالحاجة احنا نحترموه فاهمني ونقدروه لكن لترواء نهار ثلاثة سبتمبر البنك المركزي التونسي اعطاها الضوء الاخضر للبنك الخاص بتاع النجم الساحلي بش يعمل لفيرمان خاطرها اوش لعبيت تفن موش البانك المركزي التونسي اعطي للبنك المركزي اعطي لعطي الوطوريزي عاطي البنك الخاص متاع النجمة اللي في حساب النجمة الساحلي يعمل لدى فيرمان نهار ثلاثة سبتمبر نهار ثلاثة سبتمبر ثلاثة وسبعين الف دينار والفيرمان الثاني للبنك المركزي الجزائري وبالتالي لحساب بن عيادة فيه مليار وميه وخمسة واربعين مليون اليوم ميتين وتسعة وتسعين الف اولو معناها اصل الدين وتسعة وتلاتين الف دورو اه الف اولو نهار خمسة سبتمبر هدو ما موجودين. ايه. اليوم نهار الخميس اللي فات. نعم. النجم الساحلي كان اتم معناها بفهمني كل الاجراءات واوفى بيعوده نهار خمسة سبتمبر. وهو وفى محامي اللاعب باللي بتاع اللاعب. بش شفهم سيحاتهم. مهم. شكون ينحي المنع من الانتدام فماش وثيقة رو. الفيفا عندها علاقة مباشرة مع اللاعب او ممثله. مهم. اللاعب ولا ممثله كيجي يكلم الفيفا. يقول هراني خلصت. هي اوتوماتيك ما تعمل ترفع المنع من الانتدام. ترفع المنع. دونك النجم الساحلي توه والهيئة التسيرية وهيئة المنع لجنة المنع فضل منع من الانتدام في انتظار كونه ممثل اللاعب بنعيادة او اللاعب بنعيادة يقول راني خلصت. لحكي هذي عندها جمعة توه. منها الخميس اللي فات خذيو السويفت. دوك احنا لسأل ان يتسأل معناها ما صاروش دخولات ما كلمو همش ما قالوا لهمش يولدي اهديك مراولو فلوس. اكثر شي من سويفت متاع بنك مركزي معناها تونسي ليو. سمحني دوكتر وانتي ناجم اللاعب يقول لك اخوي انا ما خلصتش. كيفاش ادياني عمتلك الفيرمان معناها. صحي السويفت اذاك ما نجلي مش يمشي للفيفا ديريكت. لأ ما عندكش حق. انتي السويفت اذاك تبعثوا لللاعب للحساب ممتعه. يعني يتبقى مرهونة في المساجة اللاعبي. المشكلة شنو اللي صارت ما بين اللاعب الجزيري والسيسس عمناه. نسيت في جنبي عمناه. ايه. مش بكير. لوق صديقي. انا حبيت ام كل حاجة. يكونوا بخلافة الشي هذا. ايه. لجنة المنع اه رفع المنع من تيديب. توفر على ها من السيولة. ناي. وبيقي حتى بوجود الهيئة السيارية الحالية. قامت بخلاص خمسين الف اورو الجاكمبي. ناي. جاكمبي تنازل ايه على مئة الف دولار. مم. هو حقه مئتين الف دولار. قال لنسان لتوال مئة الف دولار بركو سمح في المئة الف دولار رغرين. ناي. المئة الف دولار يجيب تسعين الف اورو. ناي. قسمهم جاكمبي اللي توال على تروة رانش. ايه. خمسين الف اورو. قبل ثلاثين سبتمبر. اللجنة رفع المنع من تيديب خلصتوا فيهم نهار ستة سبتمبر. قبل اربع عشرين يوم. ايه. لاجت المنع من تيديب خلصتوا فيهم. ومزلوا اربعين الف اورو. لي جاكمبي. ايه. واحد تلاثين اكتوبر واحد تلاثين نوفمبر. ايه. نجيو الفني بانغانغا تو. ايه. بعد ما تفهموا معاه وكل شيء. وصلوا مية واثين واربعين الف دولار. ايه. دولار tone. ما يرجع لكم مية اثين واربعين الف دولار. قليت عبارة خلص 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 نهار ثمانية وعشرين جويليا اربع وعشرين. رفع المنع من تيديب خلصته في ستين الف دولار. اليوم مئة وثمانية وسبعين مليون. وقعدوا توا سنين وثمين اربعة وثمانين الف دولار يتقسموا على اربعة اقصاد. هذا حسب الاتفاق اللي شوفناه. هذا الاتفاق واحد وعشرين الف دولار فهمني وليه في اكتوبر واحد وعشرين الف دولار في نوفمبر واحد وعشرين الف دولار في ديسمبر واحد وعشرين الف دولار اخر واحد لترنتين جنفير الفين وخمسة وعشرين. يقول قال شو قعد عندها فلوس اللجنة. اللجنة حاليا قعدوا له ثين واربعين الف دينار. وقعدوا له الف بطاقة تحب تبيعهم. بش توصل للوبجكتيف تاربعين الف بطاقة. يولي كيفالهم تعز مليارات. بروشين ما عندهم وعود بش يكملوهم. دونك وعندهم شوية ويحضروا في التقرير الادابي والمالي متاعهم وكل شي. دونك اللجنة مزالت بش توفر للنجم الساحلي. ابرو بو. ابروكسيماتيف ما مية مية وعشرين الف دينار. بش يخلصوا دجا متاع جاكم بي متاع تاع فيني بان جانجا. معنا براتيكمان لدو دوسيا هيدو ما بش يخلصوا. لكن معناها مراعنا اللي كونو صار اجتماع ما بين الهيئة التسييرية الحالية ولجنة رفع المنع من تيدين وارتأت هيئة التسييرية الحالية. ننتمناول بكل التوفيق اللي هي بش دوري نفون هي بش تسير كل الامور. الادارية والرياضية وايكمبري الاقتصادية والتسويقية. وبالتالي انتهت مهمة لجنة فضل النزاعات. رفع المنع من الانتداب وفضل النزاعات. وكهو ان شاء الله. طيب علش اللجنة هذي مثال ما تكونش موجودة في الفريق. والله كايك تجب بتاع من تليفونك. انتي اقرب. انتي اقرب. انتي معايا تعد في الحصارة. هاو قلت لك. علشان تجمش تكون معناه لجنة هذيها فضل النزاعات قائمة الذات وموجودة معانا هي التسييرية. ايه اخي الجواب اعتها هو لك هو الجواب واضح. خاطرة طوى ما نجحتش مش ترفع المنع. لا يا رفعت المنع. رفعت. لجنة. هي كاملة خدمتها. كاملة خدمتها. وقال لك علش ما توصلش. هي علش ما توصلش. لانه الهيئة التسييرية الحالية ارتأت اخوية كل المنع. هي علش? خاطر قتلك عندي موير دي بتاع التسويق ومتاع الفلوس. موضع. ومتاع كذا وكانت حب تقعد تخدم معايا معينة بدون ما يكون عندك هيكل رسمي. كهو? دوك العباد اللي كانوا موجودين في اللجنة بصفة تطوعية. قالوا لبلاستنا الحالية. تاوى القرادان كلمنا خدمتنا. رفعنا امان عملاتي دي. ونتمنى انه يكونوا موجودين في الهيئة التسييرية. لانه مهم جدا. لا هي تسييرية سيئة. تاو المنبذكة عندها عزائنا. عباد دي. شبحان الله يا خي. لا التوفيق للهيئة تسييرية. معنا سمحني هما موجودين معنا سيئة من نجم يكونوا لجنة اخرى موجودة معا. كيكا يفوفوا. مال. خاطر مدامة كفاءات في لجنة نزعات كيما هذي. ووصلت باش منعت النجم الدي الساحلي من لطف من موسيبة بالحق. توفير ستة فازة اثنين مليون دينار. اللي هو مبلغ اوه ماوش اللي يستهينوا به. شو؟